زي كل سنة تقريبا نفس الحركة نفس الناس بنجي في مصر بقى مصر دي هو وضع تاني غير الكويت وغير يعني ما الكويت فيها حرية رأي وناس وعندهم برلمان قوي ورئيس برلمان شخصيته قوية وعندهم الامير يعني في حرية رأي السعودية طبعا ما فيش حقايا يعني ما فيش انت مالت انت مالك شيء حرية انت في تولد سعودي معناه انك انت حريتك سلمتها الامير وكشأن بقيت الدول العربية كلها كله مصر بقى بتتفرد على الدول العربية في ايه ان انت مواطن مالكش حرية بس تشوف في السعودية تقدر تعيش حلم تقدر تعيش في ميغة تقدر تعيش في حاجة حلوة انما في مصر انت كده بسلب منك حرية وتتنصب عليك النظام في مصر بقى نصاب نفس حركة النظم واللعبة على احتياجات الناس تم الاعلان عن مسابقة للتعيين او الله تعيش هيعينه ناس ابو مين اللي مش نفسه تعين وطبعا تعيني يعني فيه قيمة طلبات قد كده شهادة ميلاد وسورتين كذا الشباب يجروا من هنا ويلحق يجري بالمشوار يجمعوا الطلبات ويدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا والدولة تلم فلوس وبعدين يقول للناس اوه سوري سوري اركي على جنب ده اللي حصل لتالت مرة تقريبا مصدر بالتعليم تأجيل التعاقد مع الناجحين في مسابقة 30 الف معلم تاني 7 مارس 2023 اجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة وفق مصدر رفيع في قطاع شمع المعلمين يعني طب يا جماعة ليه كده رغم ان لسه الراجل وزير التعليم بيكلف بتدريب الناجحين في مسابقة 30 الف معلم خبره لغير على طول خبر لغيره الوزير التعليم يوجه ببدء التأهيل التربوي للناجحين في 30 الف معلم ده كان ده 7 3 برضو 29 اما الصبايا دي حصلت اكتر من مرة والدليل انهم معينوش معلمين قبل كده نجحوا في مسابقة سابقة زي الخبر ده بعد تجاهل 120 الف معلم طلب احاطة بشأن مصابقة تعينات المعلمين الجديدة السابت 14 مايو 22 ده غير 30 الف معلم التانيين اللي برضو ما تمش تعيينهم سبتمبر هات سبتمبر بقى يا علي هات سبتمبر يا علي هات سبتمبر سؤال برلماني عن أسباب عدم تعيين 30 الف معلم قبل بيد العام الدراسي سبتمبر 22 ولسه في فبراير اللي فات اعلنوا عن مسابقة جديدة شهر نفد عطول اهو مسابقة 30 الف معلم خطوات التسجيل والرسوم والمسابقة المطلوبة الناس قالت الحقيقة اللي بيحصل مع المعلمين المنتظرين تعيينهم ممطلق ونصب شوف التعليقات دي قالت ايه هار التعليقات كده خالد قالك ايه التدريب حق الناجحين في مسابقة 30 الف معلم صح وعود كاذبة لازم عن دخل من سيد الرئيس يا سلام عليك يا سلام ده سيد الرئيس نفسه هو المصاب وزير التعليم ليقاف هذه المعزلة مماطلة لحد ما الناس تزق في ناس سبت شغلها ويعلم ربنا بنصرف منين الرجاء من سيد الرئيس اتدخل وحل هذه المشكلة يا خالد امش هزا اقول لك انت ربنا معاك ربنا معاك فعلا اللي بعد خالد اسماء عايزين نفهم بس ادون اسباب بلاش يستخفع وقولنا وحياتنا وبحياتنا الناس وراها مسؤوليات يا اسماء يا اسماء انت هتقضي الموضوع الجدي ليه اتنصب علينا وخلاص عند حد غير اسماء محمد تخبط ادارة رهيب من وزارة التعليم مع الناس از نازل السنة التعليمية هتخلص والعجز الصارق ولسه ما فيش تعاقد مع مدارسين اللي الرئيس بنفسه قال تلاتين الف معلم كل سنة والغريب ان ميزانيتهم موجودة من قول السنة المالية موضوع يعرفك قدقي اننا في الضياع صح يا محمد اشكرك جدا محمد قبيل غير محمد قبيل في حد النظب الحقيقة مش في وزارة التعليم بس النظب في كل حتة يعني بقت الدولة بتنصب على المواطن وعشان كده لما بيتمسك مستريح الدولة تقول لك حينما لنا ده هو المواطن هو اللي تماع زي الهوكبول اللي هي المنصة دي اللي نصبوا عن الناس بستة مليار قال لك ايه ام اللي كطل احمد موسي قال لك ايه ام اللي تماعين لان الدولة بتعمل نفس القصة لان السيسي عمل نفس الفيلم السيسي لم منكو فلوس قد ايه عمل بيها ايه شفتوا اي حاجة منها لا خلاص وزارة التعليم موساب التعليم في موساب التعليم ده وزارة التنمية المحلية الحقيقة جايت للسالة بتقول لي ان وزارة التنمية المحلية طلبة من المتقدمين لوظيفة قيادية فلوس ويكون الدفع كاش بالرغم انه من المفروض ما فيش رسوم وكانوا طلبين فوق التلاتين وظيفة ما بين ادارات عامة وادارات مركزية المفروض ده ما فيش فيه ما فيش في القانون حاجة اسمها تحصيل رسوم من اللي بتقدم للتعيين اسمع البوست ده بيسرح كل حاجة بقى بوست بيقول لك ايه وزير النقل الوزير كامل نفى ان ان قالية اختياره وتعيين المهندسين في وزارته عسكرة واردف قائلا واذا كنتم تعتبرون تلك عسكرة فاهلا وسانا بالعسكرة ومع افضيحة جديدة ويتعيين قيادات واداريين في وزارة التنمية المحلية كل مرشح للوظيفة يدفع 300 جنيه صح؟ 300 جنيه تمن استمرت التقدم للوظيفة في الجهاز المركزي للتنظيم والدارة ومع كل فشل في اختيارات الجهاز تدفع 300 جنيه مع كل تقديم للوظيفة تدفع 300 جنيه والاهم بقى ان الوظيفة المطلوبة 30 30 وظيفة مع ان المعروف انه لا رسوم الا بنص قانوني لان الوزارات تحدد رسوم استمرت التقدم للوظيفة كما تحدد كل وزارة وفي التسعينات مر اعلنوا عن وظائب بمؤهلي في المطار وكانت الرسوم 150 جنيه رحت سحبت الاستمار وقدمت وكان معايا الاف قدموا الوظيفة اللي تم تعييني 2 من ابناء موظف المطار السادة اللي وقات بها وجمعوا منا مبالغ طائلة لوظيفة غير موجودة النظم فاهمي نظم رسمي ولينا بقى صوت المستند قال لك ايه بقى انا مش قادر اشوف بالاتفاق المبرم بين الوزارة والجهاز المركزي الادارة العامة للتشغيل فقد تم تحديد مبلغ 300 جنيه فقط لا غير كمقابل اداء خدمة عن عقد الاختيارات الاختبارات ويلتزم المتقدم للوظيفة بتوريد هذا المبلغ للجهاز يعني على ان يتكرر المبلغ بقدر عدد الوظائف المتقدم لها المرشح لذلك نأمل التفضل بالحضور الى مقر الوزارة الكائن فيه اربعة شرع نادل صيد الدقي مع حفظ الجيزة الادارة المركزية للموارد البشرية لتوريد المبلغ 300 جنيه ببطاقة الدفع البنكي عن كل وظيفة متقدم لها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5-3-23 حتى يوم الخميس كذا وتفضلوا بقبول وافر الاعتراض الاستاذ محمد عبد الحميد النجار والتوقيع بتاعه عن اللجنة الفنية للوظائف القادية فلوس بص انت بالنسبة للدولة انت جيبك فيه كان بص انا قلتلك شرحت لك هنا انت مشكلتك ما بتقراش انا اقول لك اسماعيل مفتش لحد برضو قادة احنا لاسف عنا نشخل فيها عن طبيعة الاختبارات الاختبارات هتبقى في الجهاز المركزي وال300 جنيه لسم الاختبار احنا بنحصلها وبنحولها على حساب الجهاز المركزي التنظيم ورضوها اسماعيل مفتش زي ما قلتلك كده زمان يبقى اخو الخدو اسماعيل في الرضاعة تقريبا يعني تقريبا هذا الرجل مص دم المصريين وكان كل شغلته انه يلم فلوس للخدو اسماعيل والخدو اسماعيل كان مهوس بالفلوس موارح دفع رشوة للسلطان العثماني يقال 10 مليون جنيه عشان يجعل سك البشوية في ايده يعني اللي ياخد لقب باشا ياخده من ايده هو مش يروح بقى السلطان العثماني وده بزنس يدفع فلوس وخليك باشا وظل هذا البيزن يتحدى فاروق يدفعه فلوس ياخده باشا فاسماعيل مفتش كان الحقيقة يجمع الفلوس من المصريين فكان عنده مبدأ غريب جدا كان يقول يقول المصريين دول عاملين زي شوال الدقيقة تنض تفض شوال الدقيقة من الدقيقة اللي فيه بس هو تفتكي النفضي بعد ما تشوال يغضى لا اقعد خبط كده ينزل ينزل نظرية شوال الدقيقة دي حتى الآن شغالة في مصر فتلاقي السيسي مش مقتنع عن المصريين ما معهمش الدولة مش مقتنع عن المصريين ام المطاعم دي اللي فيها الناس زحمة منين مهم مصريين ولما بيتفتح المصيف وتلاقي الناس بالهبل في المصائف تجابوا الفلوس منين ما معهم فلوس وتطلع واحدة ستة علي تقولك اه ايه انتو المصريين ايه ما الناس زحمة ايه وويتنج وقفين وويتنج على الحاجات وبيفسحوا اهليهم واحدة مشة في الشرع بتقول الكلام ده واحدة مسوقة عقارية هي ناسية ان المصريين حوالي مية واربعة مليون فلو في مئة الف لو في تلتمية الف مبسوطين ومزكتطين وحلوين ده ليس معناه على الاطلاق ان المصريين الباقيين مبسوطين خالص اهو انا هتديك يا علي دلوقتي عشان انت تقعد تدور وتغلب وتدور على الفيديو ده ست مستفزة مستفزة طلعت تقول تم انت هو والدنيا حالوه اهو يا علي عندك الفيديو الناس ويتنج والمطعم زحمة والناس خارجة تفسح ولادها افتح بقى كده يا علي هتلاقي عندك الفيديو لما انا بعتتولك على الواتس تمام بعتتولك يا علي والله ماشي فهي ناسية اللي زي دي وانت تقولك ايه مشكلة ان دي رزقك اقفل يا علي بقى اللي بيس الله خليك تقولك دي ايه رزقك موضوع مع ربنا بقى يعني تتجرأ في الكلام على ربنا بينما لا تستطيع ولا تجرؤ ان تتكلم على القزم اهي اسمع كده بقى هي ناسية هي معرفش يعني دي رجل وسيت بصراحة معرفش يعني معرفش ده رجل وسيت هي ناسية انه انت بكلم في كام احنا مية واربعة مليون مية واربعة مليون لو فيهم تلتمية الف شو ده رقم مهول تلتمية الف ده رقم مهول لو فيهم تلتمية الف في مطاعم ومالين المطاعم وزحمين الدين اللي انت شايفها دي فده مش معنا الناس كويسة ان الناس حالتها كويسة اسماعيل مفاتش بقى زي الستي دي كده وهو دول دي نوعية الناس السخيفة يعني يقولك لأ انت 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 الناس معنا فلوس على فكرة يروحوا يقولوا السيسي كده متلاقش الناس معنا فلوس وما الناس بتصرف منين معهم فلوس طلع بقى الفلوس اللي معاهم سيبك من اللي بيطلعوا في الفيديوهات ويقولك رجلين فراخ ورجلين مش عارف ايه لا 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 الناس معنا فلوس بص الست تجرأت على ربنا ازاي شوف يعني تستغرب قتل الانسان ما اكفره لما الواحد فينا اي واحد الا من رحمة ربي يحس كده انه واقف على رجله كده وما يقدرش دي ما تقدرش نعمة انك واقف على رجلك انك انت بصحتك فتفتري فالستة تقولي ايه ايه قليزك دي دي مع ربنا بقى مع ربنا تتجرأ بالطريقة دي على ربنا لانها شغالة خدامة عند الارد وهي لا تستطيع ان تجرؤ الربع الجراءة دي ويا كلام عن الارد مستحيل 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 بستجرؤ على ربنا نالفترى فعلا انا هاخد الخبر الاخير وبعد نطلع فاصل هات الخبر الاخير بقى اشتركوا في القناة